بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يطيب لنا اللقاء بكم في درس من دروس رياضيات للصف الثاني الابتدائي للتعليم المستمر محدثتكم أمل الحاز موضوع درسنا اليوم إيجاد كسور مكافئة لكسر زائد تبسيط الكسور ومقارنة الكسور الاحتيادية هنا رابط الدرس الرقمي الدرس 44 إيجاد كسور مكافئة لكسر تعلمنا في المراحل السابقة ما هي الكسور ومما تتكون الكسور عبارة عن خط فاصل ما بين البسط والمقام البسط موجود في الأعلى والمقام موجود في الأسفل أيضا تعرفنا على ثلاثة أنواع من الكسور الكسر الأول كسر فعلي ما معنى كسر فعلي؟ أحسنتم هو الكسر الذي فيه البسط أقل من المقام أيضا تعرفنا على كسور غير فعلية وهي ماذا؟ وهو البسط أكبر من المقام هو الكسر الذي فيه البسط أكبر من المقام أو يساوي نلاحظ هنا سبعة على ثلاثة نلاحظ أن السبعة أكبر من الثلاثة أيضا تعرفنا على عدد كسري ما هو العدد الكسري؟ هو الذي يتكون من جزءا العدد الصحيح وكسر العدد الصحيح وكسر ماذا سنتعلم اليوم؟ إيجاد كسور مكافئة لكسر أيضا تبسيط الكسور مقارنة الكسور الاعتيادية لاحظ هنا الجزء الملون دائما طلاب وطالبات الأعزاء الجزء موجود في البسط الكل موجود في المقام الجزء الملون يمثل لاحظ هنا كم جزء لدينا هنا؟ أحسنتم واحد اثنان أين نكتبها؟ أحسنتم طلاب وطالبات الأعزاء نكتبها في المقام كم جزء ملون لدينا هنا؟ أحسنتم لدينا جزء واحد من كم؟ من جزءان أحسنتم ماذا نقرأ هذا الكسر؟ أحسنتم يقرأ نصف نلاحظ الشكل الثاني كم جزء موجود في هذا الشكل؟ أحسنتم أربعة أجزة الجزء الأول الثاني الثالث الرابع أين يكتب؟ أحسنتم يكتب في المقام يكتب في المقام كم جزء ملون لدينا هنا؟ أحسنتم لدينا اثنان واحد اثنان نظر إلى الشكل الثالث كم جزء طلاب وطالبات الأعزاء موجود هنا؟ أحسنتم ستة أجزاء ولا ننسى الأجزاء الموجودة في الشكل نكتبها في المقام في الأسفل كم جزء ملون من هذا الشكل؟ أحسنتم ثلاثة أجزاء ماذا نلاحظ هنا؟ الجزء الملون نصف الجزء الملون اثنان على أربعة والجزء الموجود هنا الملون ثلاثة على ستة ما العلاقة بينهما؟ نتأمل ونلاحظ ما العلاقة ما بين الكسر الأول والثاني والثالث نلاحظ ماذا نلاحظ؟ أحسنتم النص عبارة على اثنان على أربعة وأيضا أحسنتم النص أيضا يساوي ثلاثة على ستة كيف حصلنا أو كيف عرفنا أن النص يساوي اثنان على أربعة أيضا أن النص يساوي ثلاثة على ستة نلاحظ أحسنتم أن الكسران اثنان على أربعة وثلاثة على ستة عبارة عن ماذا؟ عن كسران مكافئان للكسر واحد على اثنان بطريقة الرسمة اكتشفنا ماذا؟ أن اثنين على أربعة وثلاثة على ستة يكافئان الكسر نص نلاحظ بطريقة أخرى الكسور نص النص يساوي اثنان على أربعة نلاحظ أن النص طابق اثنان على أربعة أيضا يساوي ثلاثة على ستة نلاحظ أن الكسور جميعها متساوية وتساوي النص لماذا؟ لأنها تعتبر كسران مكافئان للكسر نص طيب يمكن أيضا ملاحظة ذلك اثنان على أربعة يساوي نص كيف حصلنا على اثنان على أربعة من النص أحسنتم بضرب البسط والمقام في ماذا؟ في اثنان ماذا تفعله في البسط؟ أفعله في المقام ضربت في اثنان في البسط أيضا أضرب المقام في اثنان اثنان في واحد أحسنتم يعطيني اثنان اثنان في اثنان أحسنتم يعطيني أربعة إذن النص تساوي اثنان على أربعة أيضا هنا النصف يساوي ثلاثة على ستة بضرب البسط والمقام في ثلاثة نلاحظ أن النصف يساوي ثلاثة على ستة إذن لإيجاد كسر مكافئ لكسر معطى نضرب البسط والمقام بعدد معين إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدد معين ولكن البسط والمقام البسط والمقام التدريب أكمل ما يلي كي تجد كسور تكافئ الكسر المعطى لدينا الكسر المعطى خمس قمنا بضرب البسط والمقام في إثنان ماذا يعطينا أحسنتم يعطينا ثمان على عشرة أيضا بضرب نفس الكسر في ثلاثة على خمسة إكمال الفراغات الموجودة لدينا هنا إذن نقوم هنا بعمل واحد على خمسة نضرب البسط والمقام في ثلاثة ثلاثة في واحد أحسنتم يعطيني ثلاثة ثلاثة في خمسة أحسنتم يعطيني خمسة عشر ماذا يسمى الثلاثة العدد المضروب في هذا الكسر العدد المضروب في هذا الكسر ضربنا الكسر في إثنان والآن في ثلاثة والآن أيضا أضرب البسط والمقام في أربعة نقوم بتعبية الفراغات أربعة أربعة في واحد يعطينا أربعة أربعة في خمسة يعطينا عشرين أيضا هنا ضرب البسط والمقام في نفس العدد ضربنا البسط في خمسة واحد في خمسة يعطينا خمسة وخمسة في خمسة يعطينا خمسة وعشرون يعني الخمس يساوي اثنين على عشرة يساوي ثلاثة على خمستعشر يساوي أربعة على عشرين يساوي خمسة على خمسة وعشرون إذن جميع هذه الكسور مكافئة للكسر الأساسي واحد على خمسة أيضا هنا إكمال فراغات نلاحظ أن ثلاثة على أربعة يساوي ستة على فراغ كيف حصلنا على ستة أحسنتم بضرب الثلاثة في اثنان يعطيني ستة بس بالبسط والله وطالبات الأعزاء أحسنتم ما أفعله في البسط أفعله في المقام بضرب الأربعة في اثنين يعطيني ثمانية ماذا نلاحظ هنا المقام اثنى عشر ما هو العدد الذي أضربه في الأربعة يعطيني اثنى عشر أحسنتم الثلاثة بضرب البسط والمقام في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة أحسنتم يعطيني تسعة أربعة في ثلاثة يعطيني اثنى عشر أيضا هنا إكمال الفراغات لدينا سبعة وأربعة عشر ما هو العدد الذي أقوم بضربه في السبعة يعطيني أربعة عشر أحسنتم العدد اثنان هل أقوم بضرب المقام فقط؟ أحسنتم بضرب البسط والمقام في العدد اثنان ثلاثة ضرب اثنان يساوي ستة أحسنتم رائعين ماذا نلاحظ هنا؟ التسعة الثلاثة أصبحت تسعة ما هو العدد الذي ضرب في الثلاثة؟ وأعطاني تسعة أحسنتم ثلاثة هل أقوم بضرب البسط فقط؟ أحسنتم البسط والمقام في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة وهو سبعة في ثلاثة يعطيني واحد وعشر ماذا نلاحظ هنا؟ أحسنتم كان لدي ثلاثة وأصبح اثنى عشر ما هو العدد الذي يقوم بضربه في الثلاثة؟ ويعطيني اثنى عشر البر أربعة نضرب البسط والمقام أيضا في أربعة سبعة في أربعة يساوي ثمانية وعشرين نلاحظ أن هذه الكسور كسور مكافئة لثلاثة على سبعة أوجد كسور تكافئ الكسر المكتوب في أول السطر لدينا هنا اثنين على ثلاثة ماذا قلنا طلاب وطالبات الأعزاء؟ لحصول على كسر مكافئ نضرب البسط والمقام في أي عدد ولكن نلاحظ أن العدد نفسه الذي نقوم بضربه في البسط نقوم بضربه في المقام الكسر الأول بضرب البسط والمقام في اثنان يعطيني أربعة على ستة أيضا بضرب البسط والمقام في ثلاثة يعطيني ستة على تسعة أيضا بضرب البسط والمقام في أربعة يعطيني ثمانية على اثنى عشر الدرس تبسيط الكسور هنا رابط الدرس الرقمي ماذا نلاحظ هنا؟ لاحظ المساحة الملونة في الأشكال التالية لدينا 4 على 12 2 على 6 1 على 3 نتذكر دائما في الأعلى الجزء وفي الأسفل الكل نلاحظ الأول 4 على 12 أيضا 2 على 6 1 على 3 ماذا نلاحظ؟ أحسنتم المساحات متساوية إذن نجد أن الأجزاء الملونة في الأشكال الأعلى متكافئة نلاحظ أن الأجزاء الملونة متكافئة إذن الثلث يكافئ 2 على 6 يكافئ 4 على 12 أي أن 4 على 12 يساوي أحسنتم بقسمة البسط والمقام تبسيط قسمة البسط والمقام على ماذا؟ على 2 ماذا يعطيني؟ 4 تقسيم 2 أحسنتم يعطيني 2 و 12 تقسيم 2 أحسنتم يعطيني 6 أيضا نلاحظ أن 4 على 12 أحسنتم بالقسمة على 4 4 تقسيم 4 أحسنتم يعطينا 1 12 تقسيم 4 أحسنتم يعطيني 3 إذن ما العلاقة ما بين هذه الكسور؟ أحسنتم كسور متكافئة هذا يعني أنه يمكن الحصول على كسر مكافئ لكسر بقسمة البسط والمقام على العدد كما أجدنا كسور متكافئة أيضا هنا عملية التفسير بقسمة البسط والمقام على العدد نحصل على ماذا؟ كسور أو كسرا متكافئ أيضا تسمى هذه القسمة ماذا؟ تبسيط الكسور حتى نحصل على كسر في أبسط سورة باستخدام عملية القسمة البسط والمقام نحصل على كسر في أبسط سورة يقال عن الكسر واحد على ثلاثة أنه مكتوب بأبسط شكل إذا ماذا؟ إذا كان لا يوجد عدد غير الواحد نلاحظ هنا لو جينا قمنا بتبسيط الواحد على ثلاثة لا يقبل قسمة إلا على واحد يعطيني نفس الكسر إذن واحد على ثلاثة ماذا أقول عنه؟ في أبسط سورة أكمل ما يلي كي تجد كسور تكافئ الكسر المعطى لدينا 12 على 6 بقسمة البسط والمقام على 2 ماذا نحصل؟ أحسنتم بقسمة البسط والمقام على 2 12 تقسيم 2 ماذا يعطينا؟ أحسنتم حقائق جدول الضلب طلابي وطالبات الأعزاء 12 تقسيم 2 يعطيني 6 16 تقسيم 2 ماذا يعطيني؟ أحسنتم يعطينا 8 12 تقسيم 4 حقاق جدول الضرب أحسنتم يعطيني 3 16 تقسيم 4 أحسنتم يعطيني 4 إذن 3 على 4 يساوي 6 على 8 يساوي 12 على 16 أيضا لدينا هنا 12 على 18 ماذا سوف نقوم بتبسيط هذا الكسر؟ بقسمة البسط والمقام على ماذا؟ أحسنتم على 2 قسمة البسط على 2 والمقام على 2 12 تقسيم 2 أحسنتم يعطيني 6 18 تقسيم 2 أحسنتم يعطينا 9 أيضا أستطيع قسمة البسط والمقام على عدد آخر الثلاثة بقسمة الـ 12 تقسيم 3 يعطيني 4 18 تقسيم 3 أيضا يعطيني 6 إذن ماذا نلاحظ هنا؟ قمنا بتبسيط الكسر بطريقة متدرجة ضعي خطا حول الكسر المكتوب بأبسط شكل نلاحظ هنا مجموعة من الكسور هناك بعض الكسور موجودة في أبسط شكل شوف الكسر الأول 4 على 5 ماذا نلاحظ؟ 4 على 5 لا تقبل القسمة إلا على واحد إذن هذا الكسر ماذا أسميه؟ في أبسط صورة 2 على 4 أحسنتم بقسمة البص والمقام على 2 يعطيني نصف أحسنتم إذن هل هذا الكسر في أبسط صورة؟ لا إذن لا نضع تحته خط 3 على 6 بقسمة البص والمقام على 3 نحصل على نصف هل هذا الكسر في أبسط صورة؟ أحسنتم لا ننتقل إلى الكسر الآخر أحسنتم 11 على 13 لا تقبل القسمة إلا على واحد إذن هذا الكسر في أبسط صورة وضع تحته خط 12 على 15 أحسنتم تقبل القسمة على 3 بقسمة البص والمقام على 3 نحصل على 4 على 5 إذن الكسران الموجودان في أبسط صورة 4 على 5 و11 على 13 مقارنة الكسور الاعتيادية هنا رابط الدرس الرقمي لون نصف الدائرة في الشكل واحد شكل الآخر قم بتلوين 2 على 3 من هذه الدائرة قارن بين الجزء الأول والجزء الثاني الجزء الأول شكل رقم واحد والشكل رقم اثنان ماذا نلاحظ؟ أحسنتم الدائرة نصف أصغر من الدائرة 2 على 3 بتطبيق الجزء الملونان لاحظنا أن الدائرة نصف أصغر من 2 على 3 إذن باختصار العلاقة نقول 1 على 2 نصف أصغر من ثلثان أكمل ما يلي النصف تساوي فراق على 6 كيف حصلنا على 6 هنا؟ أحسنتم بضرب البصد والمقام في 3 الثلاثة في واحد يعطيني ثلاثة وثلاثة في اثنان يعطيني 6 اثنان على ثلاثة أيضا كيف حصلنا على 6؟ أحسنتم بضرب البصد والمقام في اثنان نلاحظ أن ما أفعله في البصد أفعله في المقام اثنان ضرب اثنان يعطينا 4 على 6 نعمل مقارنة بعد ماذا؟ أحسنتم بعد توحيد المقام ما بين الكسر الأول والكسر الثاني ماذا نلاحظ هنا؟ قارني بين الكسران 3 على 6 وأربعة على 6 نلاحظ أن المقامات متساوية إذن عملية المقارنة أين تتم؟ أحسنتم ما بين البصد الأول وبصد الثاني نلاحظ أن 3 أصغر من الأربعة إذن لمقارنة كسران إذا كانت المقامات متساوية نقارن بين ماذا؟ بين بصد الأول وبصد الكسر الثاني عندما لا يكون المقامات متساوية ماذا نفعل؟ نوحد المقامات قبل عملية المقارنة إذن عندما لا يكون المقامات متساوية نوجد الكسر المكافئ لابد من إيجاد الكسر المكافئ حتى أعمل ماذا؟ المقارنة ما بين بصد الكسر الأول وبصد الكسر الثاني قارني الكسر التالية بوضع أحد الإشارات يساوي أكبر وأصغر ماذا نلاحظ هنا؟ أحسنتم المقامات متساوية إذن إلى ماذا أنظر؟ إلى بصد الكسر الأول وكسر الثالث ماذا نلاحظ هنا؟ أحسنتم الخمسة أقل من السبعة سبعة ثلاثة على سبعة أربعة على سبعة أحسنتم المقامات متساوية إذن أنظر إلى البصد الأول والبصد الثاني ما العلاقة بينهما؟ أحسنتم نلاحظ أن ثلاثة أصغر من الأربعة ماذا نلاحظ هنا؟ المقامات أحسنتم مختلفة ماذا أفعل؟ أحسنتم أقوم وإيجاد كسر مكافع حتى تكون المقامات متساوية بضرب اثنان على ثلاثة باثنان البصد والمقام نحصل على ماذا؟ أحسنتم أربعة على ستة الآن المقامات ما بها؟ متساوية أنظر إلى ماذا؟ إلى البصد لدينا أربعة وخمسة هو الأربعة أقل من الخمسة إثنى عشر على ثمنتعش واحد على ثلاثة أيضا المقامات مختلفة لا بد من إيجاد كسر مكافع حتى تكون المقامات متساوية بضرب البصد والمقام لا ننسى البصد والمقام في نفس العدد ستة في واحد يعطينا ستة على ثمانية عشر ماذا نلاحظ هنا؟ المقامات متساوية إذن ننظر إلى البصد الأول والبصد الثاني ونعمل عملية المقارنة نلاحظ أن اثنان ثمعش على ثمنتعش أكبر من ستة على ثمنتعش رتب الكسور التالية من الأصغر إلى الأكبر طلاب وطالبات الأعزاء لا نستطيع ترتيب هذه الكسور إلا بعد إيجاد كسور متكافئة لجميع هذه الكسور نلاحظ أن الكسر الأول هناك علاقة ما بين الثلاثة والستة أحسنتم بضرب البصد والمقام في اثنان نحصل على اثنان على ستة الأربع على ستة ألا تحتاج إلى كسر مكافئ؟ أحسنتم لا تحتاج إلى كسر مكافئ لأن مقامها ستة ينزل الأربع على ستة كما هو واحد على اثنان نصف ما هو العدد الذي أضربه في اثنان؟ يعطيني ستة أحسنتم بضرب البصد والمقام في ثلاثة يعطيني ثلاثة على ستة الآن نقوم بترتيب الكسور من الأصغر إلى الأكبر نلاحظ ما هو الكسر الأصغر هنا؟ أحسنتم واحد على ثلاثة أيضا ما هو الكسر الذي يأتي بعده؟ أحسنتم واحد على اثنان والكسر الأخير أربعة على ستة عملنا ترتيب الكسور بعد ماذا؟ بعد إيجاد الكسور المتكافئة لن نتعلم طلابي وطالبات الأعزاء ما لم نتدرب تم بحمد الله الانتهاء من درسنا اليوم نلتقي في دروس أخرى بإذن الله دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر